نقطة الفشل بداية كل نجاح كثير عشوائية الجملة بعلق أهلاً وسهلاً فيك فخوري شرفتني في بودكاست عالم موازي أهلاً نحن بنقابل في عالم موازي أشخاص نعتقد أنه عندهم شيء يحكوا بنفس الوقت مأمنين فيهم وفي قدراتهم أنه ممكن يكونوا ذو شأن في المستقبل فأهلاً وسهلاً فيك من خلال حواراتنا أنا وياك السابقة قبل ما نصور هاي الحلقة حكينا في كتير مواضيع متذكر شو حكينا؟ حكينا عن الصحة النفسية عن مستقبل الطالب حكينا سألتك كمان على فكرة كيف ممكن نحسن المجتمع أو البنية التحتية للي بجي لك للي بعمرك بدأت انت كم عمرك؟ أنا تقريباً ما بين يعني جديد صورة 12 آه داخل على 12 جديد أهلاً وسهلاً فيك كيف شايف عمر 12؟ والله منيح بداية مراهقة بس بحس عمر المراهقة كثير بده عنا والله بده أنا متعب عمر المراهقة متعب نفسياً؟ نفسياً نفس كيف يعني متعب عمر المراهقة؟ أهلاً أنا ما عم بحكي عن وجهة نظري أنا بحكي عن وجهة نظري كثير من أصحابي إحنا كلنا ما نشوف بالذات بعمرة مراهقة دائماً نشوف حالنا نقصين نقصين بمعنى؟ بمعنى مادي بمعنى مهاري بمعنى تعليمي حتى لو كان عندك كل إشي بهذا العمر بتحس حالك نقص بهذا العمر بحس لازم يكون فيه رعاية كثير لا لا للشباب رعاية من الأهل الرعاية من المدرسة رعاية من الأبقاء أهم شيء أهل أهم شيء الأهل تعال نحكي عن هاي المحاور تعال نحكي الصحة النفسية في البيت الصحة النفسية في المدرسة والصحة النفسية مع الأصدقاء في المجتمع نبلش بالبيت برأيك كيف ممكن أضمن الصحة النفسية للمراهق اللي عندي في البيت أو للمراهقة اللي عندي في البيت لأبني أو لبنتي أول إشي بداية أنه أنا كأب لو كنت أب إن شاء الله إن شاء الله أول ما أبني يحكي لي أنه شوف بني أشلوب غلط أو إشي يحكي لي بابا أنا كذا 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 بدايق من هاي الشغلة ولو سمحت تخففها لأني أنا لقى بعمر المراهقة أول ما أسمع كلمة مراهقة بعرف أنا كيف أتعامل مع ابني ليه؟ لأنه عمر المراهقة زي ما قلت لك بتحس حالك ناقص كثير بتحس بالتميز كثير بتحس بالأذى والمؤامرة يعني أنا عم بحكي بالنوزة نظري كثير كان في عليها هيك أشياء ضغطات ضغطات نفسية بتخليك تحس بهذا الشي بس سؤال أنا بقدر أنا كابن أو كمراهق أحكي لأبوي مثلا إنه لو سمحت تتعملش معي بهذه الطريقة تعمل معي طريقة تانية هلأ كيف رح يستقبلها الناضج؟ هلأ بتاقبل أو خلينا نحكي الأب اللي هم بموقع سلطة أكبر من ابنه هلأ رح أعطيك أنا إشيا أول إشي إنك بتحكيله إياه بطريقة مباشرة هلأ طبعا رح يبهدي لك أو يعمل لك أي شي طبعا بس بعد ما يخلص بهذا له وتروح هيفكر من موضوع ويغير من أسلوبه حالو أو إنك تعمل تعرف كتابك هالليلة ودمنه طبعا هذا الكتاب اللي ترجمه عبدالله بن المقفى على لسان الحيوانات صح؟ يب هو حكى بطريقة غير مباشرة للملك إنه يغير أو يخفف من ظلمه بحكم الهند فعشان هيك عمل كتابك الليلة ودمنه وهذا أكبر مثال بإنك تعطي تعطي أمثلة أو تعطي الفكرة لأبوك بطريقة غير مباشرة تحاول تعدل السلوك بشكل غير مباشر يب وهذا بالنسبة للبيت كيف لازم الأب أو الأم يتعاملوا مع المراهقة؟ هلأ بيكونوا زي كل إشي بس إنه بيعطوه اهتمام أكتر بس يعني أنا بحكي لكم المراهقة من 12 إلى 20 ومرات معمر المراهقة من 12 إلى 70 نقطة جانبية أكمل بعمر المراهقة من 12 إلى 20 هلأ طبعا ما رح يظلوا مستحملين ويعطوا اهتمام زايد ويعني يتركوا إخوانه بس أمثلة عنده يتركوهم لمدة 8 سنين بس إنه أول بأول بس هو كمان أولادهم يعني هم لما قرروا يجيبوهم لازم يكونوا عارفين إنه هم مسؤولية يب يعني هو أنت بيظبطش إنك تقرر يكون عندك 3 أربع أولاد بعدين تصير تشتكي إنه أنت رأسك بيوجعك منهم لا لأنه هاي مسؤولية زي ما قلت صحيح بس كمان يعني لازم لازم عدل بي يعني أنا أكتر شخص بيكراه الظلم بيكراه التمييز بس بالنسبة لعمرك 12 سنة إيش يعني تمييز وإيش يعني ظلم جابري أعرف هلأ تمييز إنك يتميل لحدا أو إنك مثلا تبادل حدا على إشي وواحد تاني بنا وأخوه بيعمل نفس الإشي بس ما بدي تبادله عليه حلو هذا أكبر مثلا وهذا موجود ما نضحك على بعض هذا موجود في العائلات بميزه أنا ما بدي أدخل ما بدي أدخل تفاصيل بس إلا ما يكون في حدا عن بيسمعناه تعرض التمييز بشكل أو بآخر ممكن يكون التمييز الإيجابي أو التمييز السلبي يعني ممكن التمييز اللي فكرة إنه مثلا فأنت كل ما تعمل شغل أنا بمشي لك إياها كل ما تعمل شغل أنا بمشي لك إياها بطلع مدلل صح تتحملش المسؤولية أحيانا وإذا كل ما عملت إشي أروح أنا أعقبك أكتر أو إني أتنشك أكتر بيصفي في عندك عدم ثقة بالنفس فلا تكون وسطي جدا في هاي الأشياء والظلم الظلم إنك هلأ رح أعطي مثال وأنا آسف إذا هاي المس بتحضر هذا الفيديو بس إنه بس بدون أسماء ما بدي أحكي أسماء أتفضل كانت أحيانا بتختصر بدل من أنها تحل المشكلة بتظلم طالب أو يعني بتعاقبه بتنقصه علامات إيشي زي هيك بدون ما تعرفوا يمكن يكون الحق الطالب الثاني كل هاد بس عشان تختصر الموضوع ما كنت تحسكي بذل مجهود كافي لا تعرف شو الإشكالية وتحلها بشكل منطقي يعني فتعمل كل هاد عشان تختصر هذا الموضوع وتظلها بشكل كامل تشرح بس هلأ أنا بحس إنه هذا مش خطأ كبير يعني آه بدا تشرح بس لو كانت بتترك الموضوع بتفلته آه هذا بيكون خطأ بس لو كانت بتحكي بعد الحصة بتتسف من الطالب بتحكي له أنا ماما أصدق علامات أو ما أعملت بهذا بس عشان أختصر لا أنا هيك بكون بشوفها فكرة حلوة من المس مثلا إنه يكون التعامل مع الأطفال بشكل في مراعاة لمشاعرهم ولأفكارهم ولتحليلهم ولعمرهم كمان زي ما أنت حكيت لأنه في عمر المراقب تكون بتحس أحيانا بأشغلات يمكن مش موجودة يمكن موجودة بس أنت عم تنضج وعم تستكشف حالك هذا بما يخص الصحة النفسية في البيت دخلنا شوي على المدرسة في المجتمع كيف ممكن نحافظ على الصحة النفسية للمراهقين هلأ أنا أنا آسف لأن كثير راح أميل كثير راح أميل للموضوع العيلي إذا بدك يكون عندك زي زون زون اجتماعي منيح لازم يبدأ هذا من تربية العائلية حلو أنا كان عندي مبدأ كنت كثير مدلل أنا ما بكزع بينك كنت مش مدلل مدلع بالصف الثاني الثالث رابع كنت كثير بس تعلم إنه مش كل إشي بالقوة مش كل إشي على كيف أحكي لك على المستوى المادي كنت دايما بس لأنه أمي كان عندها خبرة أو كان إلها كانت بتشتغل بالمدرسة اللي أنا كنت فيها فكنت دايما بس أحكي للمس يعني يجي الشباب بيلعبوا ما يخلوني ألعب بحكي للمس بتخليهم غصبا عنهم يخلوني ألعب آه أوكي فهذا هو أول إشي خلى علاقة الاجتماعية كثير ضايفة يعني كثير كثير لأنه كان عندي مشكلة واحدة أنا الناس اللي كنت أعمل معاهم هيك أول إشي ما كانوا ما تفهم أني أنا كنت أتغير وما تفهموا أني أنا كنت وقتها ما كان عندي أي فكرة عن العلاقات الاجتماعية حلو اليوم صار عندك أفكار عن العلاقات الاجتماعية يعني يعني ما كثير أكون أضحك كثير أعمل أشياء يعني أجد بالانتباه بس بطريقة غير لأن أنا شفت بانتقالاتي من المدرسة من مدرسة لمدرسة كثير شفت ناس بيعملوا جذب للانتباه بس بطريقة كثير غلط يعني جذب للانتباه بس هذا بدل ما يجذب الطلاب لإلهم بيبعدهم عنهم وما وصعتها يصاب بالوحدة يب أو محاولة لسه جذب الانتباه أكتر فبدخل في لوب مش هيخلص يب حسيتك قبل شوي شوي فاجأتني من أرجع شوي بدي أرجع خطوط انت لاتي معك لورا لما استخدمت كليلة ودمنا كمثال عمرك 12 سنة شو موديك على كليلة ودمنا هلأ إحنا أخذنا هذا المد بالعربي فقلت بس تفيد من اللي درسته بيتني أحكي بهذا النقاش مش أنك قارئ الكتاب هلأ أنا قرأت بس السطل الطائر والأرنب والهر بس هذا اللي قرأناه بالعربي بس إنه ما نجذب اتباهي هلأ أنا من النوع اللي ما بيحب كثير يقرأ بيحب يسمع أكتر تسمع الكتاب يعني؟ لا ولا كيف تسمع؟ تسمع من الناس؟ آه يعني شفت كتب عن الحروب وأنا قلت أنا كتير أنا بحضر فيديوهات ما بقرأ وثائقيات على سبيل الفرض بس يعني قبل كم تقريبا قبل كم أسبوع كان عندي تلخيص الكتاب وتسليمه ف كان قرأت قصة واكتشفت أني أنا معرف أقرأ ومني أحبب قراءة حلو شو القصة كانت؟ هلأ اسم من القصة زدي العبقري وقالتش زمن كانت بتحكي عن أحوال الناس بألفين مئتين سبعة واربين كانت بتحكي عن الجفاف وعن الحروب اللي بتصير الحروب العالمية وحروب بس بتصير عكاسة مي أزما بيكون نسبة المي قليلة عندي سؤال لقلك كنا نحكي في الصحة النفسية حكينا شوي عن الكتب نحكي عن الصحة النفسية شوي التنمر موجود بين جيلك؟ كتير التنمر؟ آه كتير موجود كتير؟ كتير 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 كيف ممكن هل التنمر؟ أو شو نصائحك؟ أو مواقف تعرضت لها؟ أو شي جاب لك تناقشه؟ أنا قلتلك الأشياء اللي كنت أعملها كان يخلي الطلاب يبعدوا عني وانا ما بدي أحكي بس انه هاي السنة ببدايتها تعرضت للمؤامرة كلمة كبيرة المؤامرة أوكي بس الحمد لله حلين المشكلة مع بعض الطلاب وهو عادي جميل يعني أنا ما من هلأ بحكي أي حدا بيشوف هاي هذا الفيديو أنا ما بقصد أي حدا وكان أنا أصدي إنه بدنا نعدل من هاي المشكلة جميل وتعدلت؟ نصال الله الحوار بحل المشاكل؟ هلأ بالصف آه تخفت هاي الأشياء كتير جميل وقدرنا نحلها وبشكل عام بالتنمر شو رأيك؟ بالتنمر شو رأيك بهاي الحالة؟ أنا بشوف إنه اللي بيتنمر دايما بيتنمر عشان يحسس حاله إنه هو كامل بس هو ناقص ها يعني اللي عندهم سلطة واللي بيظلموا واللي بيتنمروا هدولا بيكونوا ناقصين وبيعملوا هيك عشان يحسس حالهم إنهم كاملين وليش بيحسوا حالهم ناقصين؟ قلتلك عشان عمر المراهقة بس ما في سبب تاني؟ طب في مراهقين بيكونوا حسين حالهم ناقصين على سبيل الفرض وبحاجة لأكتر من اللي موجود عندهم بحاجة الحديث معهم بحاجة لحده يدير باله عليه ويوجههم إلى آخره إلى آخره من الإحتياجات ولكن هذا الشخص ما بيكون متنمر ما بيكون مؤذي لأن المتنمرين هذا بيكون ما بدي أحكي بس سوء من التربية وإشي استنى قرب دي على المايك شوي سوء تربية كيف يعني؟ يعني يعني شرح لي إياها هل في مشكلة عند المتنمر أحياناً يمكن بيدور على اهتمام لأنه مش هم بيأخذ هذا الاهتمام ببيته مثلا؟ هل المتنمر ضحية؟ لا هلأ أنا شفت بكثير فيديوهات وكثير أفلام أنه دائماً المتنمر بيكون متنمر ببراه بس هو يعتبر زي جعبة عند الأهل أو يعني بكون في بيأخذ من أهله او يعني هو ضحية ضحية تربية سيئة يعتبر وهو بيحاول أنه يثبت نفسه يب يعني بتصفيها زي هيك زي 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 كمان مرة لهوب لا نهائي بيضل الإشي عم بيتحرك انفلت بشكل لا نهائي بيضل بس عم بيتحرك كل أشياء بتكرر حالا طب كيف بدنا نضمن أن المستقبل يكون أفضل قلتلك كل شيء بيضمن الأهل تعليم الأهل وتوجيههم بيدل الشخص عايش عين يروح بس أنا ما رح أحكي كثير عن هذا الموضوع لأنه كثير ناس أهلهم ربوهم صح بس بالآخر ما كان عندهم مستقبل فيمكن بتكون من الناس اللي حوليهم الناس هدول اللي تربوا منيح بس ما لهم مستقبل هذا بيكون السبب بأنهم يعني راحوا لعند صحاب لعند مجتمع بس يمكن تربوا منيح على سبيل الفرض على سبيل الفرض تربوا منيح بس ما كان عندهم المهارات الكافية اللي تضمن لهم مثلا مستقبل مشرق هلأ يمكن كان عندهم بس أنه المجتمع اللي هم يربط غلط راحوا عليه السيء هو اللي ألل من مهاراتهم ألل من تعليمهم ألل من الكثير أشياء عندهم شو بتحس جيلك بحتاج عشان تتطور مهاراته فتح أبواب لكثير من الأشياء الثانية يعني كيف أحكي لك زيادة عدد الكتب تقليل تقليل بنسبة كبيرة كبيرة من الكيف أحكي لك إياها الأشياء الترفيية المضرة يعني ترفيية المضر؟ كيف أحكي لك ألا تشوف مثلا أنا كشخص بلعب بلاي سيشن بس للأسف يعني ما بسوط من هذه الشغلة أنا أقل إشي بلعب أربع ساعات فأنا بقول لو بنعمل زي الصين إنه بيكون عندهم نظام ألعاب بيشمل وقت محدد بيحددوا الأهل نفسهم فهيك إحنا منقلل من الترفيه ومنكتر من التعليم أو أو نعطيهم 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 وقت بس إنه الألعاب اللي بيلعبوها هادفة أو فيها نوع من أنواع التعليم ترف أنه جي لك مصاب مثلا بحالة إلى دخل بالعصر أكتر مصابين بوهم الشهرة كلهم بدهم يصيروا مشاهير يب يعني كثير منها تقريبا أكتر من مص الصف بدهم يكون لعب كرة حلو وهذا كبير المثال وبدوا يصير لعب كرة عشان الشهرة بصير لعب كرة عشان بيعرف يلعب كرة عشان ثلاث أشياء عشان مصاري شهرة وبيعرف يلعب كرة وليش طب معنا مثلا احنا مش متقدمية كثير في كرة الخدم هلأ أنا بقول هلأ أنا كان عندي وجهة نظر من الأغاني أنا بقولك أنا كنت أقول العرب اللي هم الشعر للعرب والأغاني للأجان هلأ هلأ لساتك مصممة هاي النظرية آه أوكي وجهة نظر وجهة نظر هاي حوار كتير طويل سؤالي لألك يا أستاذ فخوري علاقة السوشال ميديا وجيلك كيف هلأ من ناحية تيك توك كتير من الأهل بيشوفوا إنه تيك توك مضر بس أنا من اللي شفته تيك توك فيه كتير أشياء أنا تعلمت منه وأنا قصلا أنا والبالدة بنعمل زي أسئلة يومية أو معلومات يومية بعطيها كل يوم الصباح أي فترة بدي إياها معلومة جديدة مثل أعطيني معلومة جديدة يعني هلأ رح أعطيك معلومات تافها عشان يعني ما عندي هلأ معلومات أعطيني معلومات أعطيني معلومات أو لا فيه خلاص ما تحكم عليها تافها دل أنت أقولها يا عمي خلينا نسمع هذا جهاز ليكولاتيسلا كان مأخوذ من فكرة أهرامات الفراعينة حيلا معلومة جميلة ما كنت أعرفها لأنه أصلا ما بدي أخدش كثير بالموضوع بس أهرامات الفراعينة ما كانت مقابر لهم كانت عبارة عن إشي بالكهرباء أنا حتأكد من المعلومات ما عنديش لا بقدر أقولك أو لا بقدر أقولك بالمرة بعيد عن تخصص كثير وأنا ما بحبش أحكي شغلي بعرفهاش أعطيني معلومات كمان المغريس يوم في نسبة من الكوارد والكوارد لما يصير عليه ضغط بيولد طاقة أنا ما فهمتش بس تمام الكوارد هو نوع من أنواع المعادل اللي بيكون المغنيسيوم أنا كثير أدبي أنا كثير حلمي أنا كثير أدبي أنا كثير أدبي طيب شو كمان أعطيني كمان معلومات والله ما بحب خلا نصيت هلأ طاروا كلهم أسأل إليك لو كنت لو كنت سيارتك ومش تعزل بدك إشي من السوبر ماركت بتصف رباعي وبتنزل هلأ شو رباعي بتصف بتصف مزدواج بتضوير رباعي بتصف مزدواج يعني هاي السيارات صافة أنت بتصف بتسكر على حدا وبتنزل على السوبر ماركت هلأ إذا أنا شفت هذا الشخص مش موجود أنت أنت آه بارا بتسكر الشارع وبتنزل بتشتري إشي من السوبر ماركت وبتطلع بتكمل لا ليه هلأ لأنه هذا الإشي لازم أصلا إحنا نخففه لأنه عندنا كثير مشاكل وأزمات بس بسبب هاي الأشياء لو خفف لو أنا لو أنا كشخص يمكن غير يتعلم مني وما يعمل هاي الأشياء أنا بقول لك الفرد غير قادر على التغيير بتوافقني بهاي الجملة لا الفرد قادر على التغيير أكبر مثال إنه الفرد بيقدر يعمل تغيير هو تأثير الفراشة هلأ ما بدي أدخل بالموضوع كثير بس صائق 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 لسيارة ملكية أخطئ بطريق سبب لحرب عالمية أولى مثلا أثر الفراشة صحيح ما أنت بتحكي إنه الإنسان قادر يعمل أثر فراشة ويغير إنه أنت تحاول تكون مثال جيد للي حواليك عزبير الفرد بتطع إشارة حمرة لو معك سيارتك ومستعجل طالع على مدريد بدك تحضر الكلاسيكو ومتأخر على الطيارة وممكن الطيارة تطير بتطع الإشارة حمرة لا فكرت هلأ فكرت بس لا ليش لا قلتلك أنا بعمل إشي غلاط غيري بيشوفه يمكن يتعلم منه وليش ممكن حدا يقطع الإشارة حمرة لا السبب المنطق الوحيد إن كل الإشارة خربانة ومعلى أعلى أحمر بس ما في سبب تاني ما في سبب بس ليش ممكن حدا يقطع الإشارة حمرة إشي غير قانوني بأخذ على مخالفة ليه أعمل هيك إشي ممكن يهدد حياتك وحيات غيرك يمكن لو ممكن يعني لو يعني أعطيك إشي منطق تاني بيكون وراي ساعة في سرطة بخليها تمر بذك ممكن أو بيكون عندي حدا حدا منصاب ده جو السيارة بمر بس بشكل عام ما راح تقطع ولا يمكن لو عطتك 100 ليرة فكرت شوي لا فكرت شوي أنا بشكرك جدا فخوري على اللقاء هذا اللقاء عشوائي كان شوي حكينا بكتير مواضيع بس لو بدك تقدم أنت رسالة للبالغين في هذا المجتمع هاي الكاميرا معناك شو ممكن تحكيلهم نقطة الفجل بداية كل نجاح كتير عشوائية الجملة بغلق طيب لو بدك توجه رسالة للأطفال دك توجه رسالة لأبناء جيلك أبناء جيدي محضة احضروا احضروا كونان كونان حلو صحيح حلو أنا كثيرا تعلمت منه عشياء هذا موضوع تالت هلا بنا نفتح موضوع لا ما هاي الحقه من الأول شو موضوع كونان باختصار ولأ مو بقدر أحكي لأنه هيك بنقلب موزين الاشي كله بصير العالم أليمي خلص صح معدين بنحكي في الأليمي معدين أنا بشكرك جدا وجودك معاي فخوري وشكرا كتير لإلك شو رأيك في الحوار اللي صار منيح هادف وإن شاء الله ينتشر إن شاء الله شكرا كتير لإلك وشكرا لكل حدا كان عم بيحضرنا لايك وشير وسبسكرايب واشتراك وفعل جر الجرس ايوة فعل جرس الجرس فعل زر الجرس فعل زر الجرس صح دعم بنسى أحكيها شكرا للمشاهدة